بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذة الكرام تلاميذي الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من سسلة الحصص القصيرة في مادة الهندسة الكهربائية في حصة الرقم 13 سنتعلم كيفية ملء جداوي التشغيل لمختلف التركيب الكهربائية وبإذن الله سوف تصبح بسيطة 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 أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط جماعة زينا بعدما تكملوا هذه الحصة ننصحكم بمشاهدة الحصص التفصيلية لدوائر كشف مثل الحصة رقم 40.1 وحصة 41.2 هنا ستجدون الأجوبة التفصيلية على كل استفساراتكم فاصل ثم نواص هيا جماعة نبدأ بأول مثال كما تلاحظوا في هذا المثال أعطالي تركيب كهربائي هذا التركيب كهربائي جماعة وش اسمه؟ اسمه تركيب كشف وعد القرارات المية جماعة باه نفهم هذا التركيب ونفهم مبدأ عملته ومعنا نظمها وهذه الأفكار تعني وش لازمنا؟ لازمنا ندونها على شكل جدول بهن لخص الأفكار تعني وهذا الجدول يسميه جدول التشغيل جماعة قبل ما نملاوه جدول تشغيل كي نملاحظتين ملاحظة الأولى لازم نعرف القلاب الارس هل هو إنجز بوبات ناند أو إنجز بوبات نور وش معناتها؟ هل القلاب الارس الارس والمشي بالمستوى الأدنى ولا يمشي بالمستوى الأعلى وملاحظة الثانية وشية ما يمكنه بتنادي إضافة dés يوجد تشغيل المخل وستعمل تشغيل المخل الكلمس ش differentiate المخل التشغيل في القلاب الارس كما تلاحظوا هنا بروع من خطة الجديدة ثم نفس استعمل هذا الصه таiza فحسب مستوى الأدنى في المدخcue ونرأ Berkar والترده نقوم بلايات أخوة أنو بلقم الارس وهذا المرأس يمنح الاسبار يصوي صفر افضل العرجة بذلك اكتب سنوات الصفر ومثال الاسبار يصوي صفر افضل العرجة يكتب زفار بنفس الطريقة اذا اصبح افضل العرجة سنوات الصفر وار Students انا لا تقلب خطه احد ايها السابقي اكتبL01 يعني انهار لي مدلي خط دائرة ولا يكتب لي اس بار هذه اول حاجة ثاني حاجة يروحون مقحل تيث النجمعة كما كنت لاحظوا هذا السهم تعال اميتور خارج من القاعدة وانهار لي تلقوا السهم خارج من القاعدة اذا المقحل هذا وشي هو ام بيان معانته يمشي بالجهود الموجبة اذا هنا وش نكتبه ام بيان واش مانته مقحل ام بيان كيوصل قاعدة منه كيوصل تيار القاعدة وشي ولي مشبه يولي قاطعة مغلقة هنا الوشيعات التماغناط انهار لي ما يوصلش الطيار القاعدة اذا المقحل يكون مانع يعتبق قاطعة مفتوحة هنا الوشيعات لا تتماغناط اذا هذا هو المقحل الام بيان قادر مدلك مقحل بيان بي ومدلك مثلث معكوس اللي يحب يفهم مقحل بيان بي يروح الحصصة التفصيلة يعني هذه الملاحظتين لازم تركزوا عليهم بعدها اجماع اروحونا بنكمل الجدول هيا اجماع نبدأ بداره الاولى بما ان هذه الدارة مغلقة تتواهج ثنائية ضوئية فتوصلت ضوءها على المقحل كهر الضوئي سميه ثنائية ضوئية وتسمى بالباعث لانه هي اللي تسلط الضوء اما المقحل تي واحد هو مقحل كهر الضوئي معانته يمشي بالظوء هذا المقحل الكهر الضوئي سميه مستقبل وسبيه مع تي واحد سميه ملتقط كهر الضوئي اذا ملتقط كهر الضوئي؟ هو مكون من عصرين اساسيين العصر اول هو بعث للضوء هو عبارة عن thriveنائية ضوئية والعصر الثاني مستقبل للظوء وهو عبارة عن مقحة الكهرو وظوء يجمع في حالة الأولى سطر الأول غياب القارورة عندما تكون القارورة غائبة وش حيصرة الظوء تعسيبي سيتسلط على قاعدة المقحة المقحة الكهروي يجمع مقحة الكهروي إذا سلطت الظوء على القاعدة التعوى يعتبر قاطعة مغلقة ما بين كوليكتور وإيميتور وإذا حجبت الظوء التعوى يكون قاطعة مفتوحة كما كنت لاحظوا هنا بما أن قارورة غائبة الظوء تعسيبي يتسلط على قاعدة المقحة تي واحد وبالتاني ماذا يصبح يصبح مقحة مشبع وش معنى مقحة مشبع جمع وش معنى معنى ما بين كوليكتور وإيميتور قاطعة مغلقة إذا أول حاجة وش فهمنا في حالة غياب القارورة أن المقحة هذا يوصل الظوء بما أنه يوصل الظوء وش يعتبر قاطعة مغلقة ما بين كوليكتور وإيميتور من بعد جمع وش نقوله تي واحد نقوله عليه مقحة مشبع والله ممرر للتيار من بعدها نشوفه حالة تي 2 نجمع كيف نعرفه لازم نشوفه اتجاه التيارات هيا نبدأ بالاتجاه التيار الأول إذا هذا التيار جمع ليجي من مصدر جهد VCC ينتقل بهذا الشكل عندما وصل هذه النقطة وش يلقى يلقى فرعين فرع الأول فيه مقاومات اير بيو والمقحة تي 2 والفرع الثاني خالي من المقاومات إذا في هذه الحالة التيار وش يختار في هذه الحالة يختار طريق السل وش معلت الطريق السل هو الطريق الذي لا يحتوي على المقاومات وكيف لديكم اجمع التيار يشبه تقريبا الماء الماء أجمع وہ كان يعود يمشي ويلقى جبل ويلقى وواد وش يختار في هذه الحالة الماء ويختار الواد وما يروح عبر الجبل ويقصر الجبل إذا الطيار الكهربائي كذلك يشبه عمل تعالòn الماء الطيار الكهربائي يلاقي طريقين طريق فيه مقاومة وطريق مافيش مقاومة يختار طريق السهل اذا هذا الطيار كامل واني يروح اجمعه يروح بهذا الشكل ويروح ال GND بهذا الشكل مستحيل في هذه الحالة مستحيل الطيار يوصل مقحل T2 اذا وش نقول في هذه الحالة مقحل T1 مشبع مدام انه T1 مشبع واش دار اقصر مقاومة AirBee و T2 ما يوصل لها مش الطيار وهذا المقحل T2 اجمعه اللي هو مقحل Mpn يمشي بالطيارات انهال ليوصل الطيار القاعدة يكون مشبع ان هنا لما يوصل طيار القاعدة التعو واش حيكون مانه كما كنت لاحظون هناур T1 لا هوصل القاعدة التعو وبما انه ما وصل قاعدة التعو وش يكافر ? arah بما يقاطعة مفتوحةなんه يكونaku ماتر وكما كنت لاحظوا هذا المقحل فاش يتحكم تحكم فيه مغناطة الواشعة وبما انه هذا المقحل دار افتحة الدارة الواشعة ا�حتها هل تتماغناطة الواشعة ام لا هنا الاشعة الماغناط إليها لأنه دارة مفتوحة إذن ما نقوله في هذه الحالة نقوله وشيعة وشبهها غير ممغنطة وبما أن وشيعة غير ممغنطة هذا التامس وشيح يبقى في حالة طرحة ما يغير الحالة نمتعه جماعة زيناء بعد ما عرفنا حالة التامس وأنه في حالة طرحة وش لازمني؟ لازمني نخرج قيمة S bar و Air bar لازمني ندرس المصدر الجهد العلوي ومصدر الجهد السفلي هيا جماعة نبدأ بمصدر الجهد السفلي في هذه ما نقوله بمصدر الجهد السفلي كما تلاحظوا المصدر العلوي، في مصدر الموجب يصل إلى قطب الموجب يجب أن يصل إلى نقطة هذه يوجد طريق مفتوح ويوجد اسبر بسفاعل يصل إلى اسبر مصدر العلوي يصل إلى واحد منطقي من قبل احتر Ecoto هناك مادته يا.. لأنك مادته في الانضافة الانضافة مادته على أية Supp !! إذن في هذه الحالة بما أن S يساوي 0 و R يساوي 1 هل كل نشط هنا؟ S أو R؟ R هو الذي نشط، ولكن أعطيت له واحد منطقي إذن لماذا يتحكم في المخرج؟ R و R هو ما يفعل المخرج؟ رسات يمسحه؟ يكتبه يساوي 0 ولا تكتبه S بار و R بار بما أن S بار يساوي 1 و R بار يساوي 0 بما أنه حاجة منفية لا تنشط بالصفر إذن R بار هو النشط لأن R بار يساوي 0 وبما أن R بار يساوي 0 يتحكم في الكي و الكي قلبها يساوي 0 جماعة الذين يحب أن يفهم R بار و R يتفرج سلسلة القلبات إذن كي وش يساوي 0 هنا يا جماعة نقدرون نملاو سطر الأول إذن هاي نعود أن نراجعون نملاو سطر الأول إذن وش نقولنا؟ في حالة قياب القارورة في حالة قياب القارورة الضوء التعسيبي تسلط على المقحة T1 و T1 كي يوصل الضوء يكون مشبه إذن وش نكتبه حالة T1 وش هو مقحة الممارر أو مشبه و بما أن هذا المقحة الممارر أو ماني وش يعتبر قاطعة مفتوحة مابين كوليكتور و إيميتور و بما أن هذا المقحة T2 يتحكم في تغذية الوشعة و بما أنه قاطعة مفتوحة مع أن تقطع التيار على الوشعة وش نقوله وشعة وش بها غير مغذات و بما أنه وش غير وغذات المقحة Formula Ch Themen الـ Air هو النشط و هو الذي أعطيته منطقي و هو مخرج و رسات و مسح إذا كي يساوي السفر وهنا العدد هل يعد أم لا؟ كما تلاحظون العدد يمشي بجبهة نازلة و ما معنى جبهة نازلة؟ هي اللحظة الانتقالية من مستوى الأعلى إلى مستوى الأدنى هنا نعرف العدد يعد و لا يعد نسمى المخطط الزمن هيا جمع، المخطط الزمن هو فيه؟ ما يتحكم في العدد؟ يتحكم في الكي لاحظوا معي مني، هذا يعطيكم الكيبه إذا هنا وش أعطيناه؟ كون يتحكم في الكيب؟ والكيبه يجمعوا وش يلقينها؟ يلقينها زيرو إذا هنا العدد أعطينا له المستوى الأدنى العدد ما يحسب؟ يحسب الجبهة النازلة هي اللحظة الانتقالية من مستوى الأعلى المستوى الأدنى هنا ما كاش جبهة نازلة إذا هنا وش نكتب العدد لا؟ يعد هذه بنسبة لسطر الأول هيا جمع أروحوا لسطر الثاني اللي هو في حالة حضور القارورة جمع أكيدنا ملاحظة سطر حضور القارورة بأحدث يكون جمع أكثر كما الوعد هنا يكون ممراحة كما الوعد هنا لا يكون ممراحة كما حالة الوشعة غير مغذة ستكون مغذة كما الناس هنا حالة عمل فقط هنا يكون 1 الآن يكون 1 كما في إضافة أن يكون 1 ستكون ممراحة لكننا نحب بكم أن تخدموها بخطوة خطوة لا لا تخدموها بخطوة خطوة ممكن تسرعت وخدمت سطر الأول وغلط فيه هنا ستغلط في السطر الثاني ولكن لو كانت تخدم خطوة خطوة ستقبل لي نفس هذه ستقبل لي لك دائر خطأ وتعرف بل لي لك غلط في السطر الأول على هذه من أفضل خطوة خطوة خير خير ما تخدم سطر الأول وبعدها تعكس السطر الثاني ماذا معي يا ملاحي يا جماعة في حالة بحضر القاروة وش دارت القاروة في رأيكم القاروة دارت حجزة الضوء على المقحل الكهروضوئي مع أنت هذا الضوء هل تعسي بي عاد ما يوصلش المقحل الكهروضوئي إذن هذا المقحل الكهروضوئي كيف يوصلش الضوء وش يعتبر قاطعة مفتوحة ما بين واج ما بين كولكتور ويميتو إذن هذه الداروش دارة مفتوحة إذن هذا التيار أجمع إذن تي واحد وش نقول عليه مقحل مانع ذكروا هنشوفوا تي 2 هل يصل هو التيار أم لا وش لازمنا نشوفه اتجاه التيار اللي يجي من المصدر الجهد فيسيس إذن تيار أجمع اللي يجي مننا شوفوا معي منه كي يجي مننا يوصل نقطة هاري وش يلقى يلقى طريقين طريق الأول في المقامة أيربي والمقحل تي 2 وطريق الثاني مفتوح إذن تيار في هذه الحالة وش يدير بالسفع اللي هون يروح يروح للمقحل تي 2 وهذا المقحل أجمع مدى ما وصله التيار وش يعتبر يعتبر قاطعة مغلقة ولا يعتبر مشبع مقحل أم بيانكي أو سلوتي القاعدة يعتبر قاطعة مغلقة وش معنتها قاطعة مغلقة معنتها قاطعة مغلقة ما بين كوليكتور وإميتور هذا المقحل يدير إغلاق الدارة تاعة الوشعة إذن الوشعة وصبحت مربوطة بالفي سي سي ومبعدها وشعة ومبعدها مقحل ومبعدها الجياندي هنا الوشعة بما أنه الدارة مغلقة وش عصرها حتثت مغنى ومصدر الجهد العلوي مربوط بالجياندي ومصدر الجهد السفلي دارة مفتوحة إذن وش لازمنا خرجوا الاس بار والاير بار هيا جمع شوفوا في المصدر العلوي مصدر التوتر العلوي هذا التياكي يوصل هنا وش يلقى جمع يلقى متخلطة فرعين الفرع الأول فيه اس بار وفرع ثاني فيه مسلك السهل طريق السهل ما في حتى مقامة إذن تيرف هذه الحالة يروح الاس بار ولها يروح الاس بار إذا في هذه الحالة تيرف وان يروح مصدر يروح المأخذ الأرضي إذن مستحيل التيار يوصل لاسبار إذا ماش نقولوا اس بار ماذا يساوي يساوي السفر لأنو لأنو هنا هدرة مقصرة ومستحيل التيار يوصل الاس بار إذن يا متfish نكتبو هس بار ماذا يساوي السفر لأنو موسل ش الاس بار كما تلاحظوا تير هذا دعو ب 401 هذا يومشي من قطب المجamb الطريق الثاني يحصل إلى R. بما أنه وصلت إلى R. بما أنه هو ساعة منطقي ومع منطقي. بعد أن ساعة منطقي نخلق S و R. بما أنه ساعة منطقي نصر على R. ثم نصر على C و R. بعد أن ساعة منطقي نخلق A . لا يمكنك الخروج. نقدم الخروج بكل بساطة. اذا شكرا هو ناشط الاس ولا الار. الاس هو الناشط اعطيت له واحد منطقة. بما انه اس ناشط هو اللي يشغل للمخرج. وش معانتها التشغيل؟ معانتها كي يسوي واحد. اذا اس وظيفته ووضع المخرج يسوي واحد لان اس راه هو فعل. اذا كي يجمع وش يسوي واحد. من بعدها راح نكملو السطر الثاني. هاي نبدأ وش معه. اه في حالة حضور القطعة وش هي حالة المقحة تي واحد. بما انه القارورة حزبت الضوء على المقحة كهر وضوئي يعتبر مانع. اذا هنا وش نكتبه؟ مقحة غير ممارر او مانع. صحيته. وبما انه هذا المانع. اذا ابدا تيير هذا يجي من فوق. واني يروح بالسفة عليه يروح المقحة تي 2. وبما انه مقحة تي 2 إذا كنت أعكس حالة العمل بعد أن أعكس التماس، أعكس S بار يساوي 0 أو R بار يساوي 1 بما أن S بار يساوي 0 أو S يساوي 1 وبما أن R بار يساوي 1 أو R يساوي 0 إذا كنت نشاط S أو R لحظة بأن S هو النشاط والS هو التشغيل يشغل المخرج إذا كنت في حالة تشغيل وما عندها وضع في الواحد إذا كيوش يساوي يساوي 1 هل يعود العداد أم لا؟ دعوني شوفوا يا جماعة بنا عرفوا رح نشوفوا المخطط زماني هذا نكمله إذا عندها حضور قارورة الكيوش اللي هنا يساوي 1 إذا هنا وشنا جماعة نرسمه 1 هل توجد جبهة نازلة هنا؟ لا جماعة هذه مش جبهة نازلة هذه جبهة صعيدة بس كولها جبهة صعيدة لأنه هي حالة انتقالية من مستوى الأدنى للمستوى الأعلى إذا هنا العداد ما وصلت وش جبهة نازلة؟ إذا هنا وش نقوله العداد لا يعود هنا نلاحظوا باللي باللي هذا التركيب أجمع وكتهي يعد لازم لي حتى القارورة زي تعاود تغيب دعوني شوفوا بعد ما تغيب القارورة راح نلاحظوا باللي أحد توجد جبهة نازلة هيا جماعة روح الحالة السطر الثالث اللي هو غياب القارورة هو نفسه سطر الأول عند غياب القارورة وش راكم تلاحظوا الضوء السي بيت سلط على مقحل كهروضوئي بما أنه وصله الضوء يعتبر قاطعة مغلقة وبما أنه هذا قاطعة مغلقة هنا نعرف تي 2 لازم نتبع مسار تيارة 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 من يأتي؟ يأتي من مصدر جود VCC هذا تيارة كي يوصل نقطة هذا وش يلقى فرعين فرع الأول فيه مقاومات ومقحة تي 2 وفرع الثاني بسيط مسلك سهل ما فيه حتى مقاومة إذا تيارة وش يختار؟ يختار مسلك السهل إذا تيارة كاملة يروح للجياند هنا مستحيل يوصل التيار بما أنه تيار موصل هنا وش سوي سوي السفر هنا موصل التيار إذا وش يوتي 2 قاطعة مفتوحة وبما أنه قاطعة مفتوحة وش دارة افتح الدارة تاعة الوشعة الوشعة وش حيصلها؟ زوال مغناطة انتاحة كي تزول مغناطة التاعة تيارة وش حي يرجع يرجع الحالة تراحة وبس كي نابض الارجع في المراحة الكهرو ميغناطيسي هنا يترجع الحالة تراحة ما عندها الـ Airways حين يتعكسه إذا كما تلاحظوا مصدر الجود السفلي بالمصدر الجود العلوي ما هو مربوط بالمسلك السفل إذا تيار في هذه الحالة الذي يجي هنا يتبع المسلك السفل ما يروحش إلى Airbar إذا Airbar وش يساوي السفر لأنه دارة مقصرة المربوط بالجيندي أما المصدر العلوي تيار هذا الذي يجي من الفقهج هنا دارة مفتوحة بس فعليه يروح إلى S Bar إذا S Bar وش يساوي وصل لتيار بما أن وصلوا بيار اذا نكتبه اير بار يساوي السيفر منطقي لانه ما وصله للطيار. وجانه ازبار عكس يساوي السيفر. بما انه اير بار يساوي السيفر معانته هير يساوي واحد وهناجي يكون ناشط ال рес ايه ايه الريكما فعلتها والر دير المخرج تنضيه في حالة الايقاف ولا وتضعه في سيفر منطقي اذا كيو يساوي? يساوي نكتب هنا عند غياب القاروة T1 وصل الضوء يعتبر ممرر مشبع T2 وصل ما وصل الضيار يعتبر قاطعة مفتوحة غير ممرر مانع المقهل هذا افتح الضارة تاعة الوشعة غير مغذات تمس يجع حالة راحة اللي كانت الأولى اللي اعطاها لكم في الرسم بعد ما رجع تمس حالة راحة وش يجعنا الـ Air وأيضا نكتب هنا سوف نحن نقوم بعمل لك يوجد على الحصول لك ناعمل لكي يستغع دقاً تشارد بعمل لكي ياجب معي إذا أشرت لكم هذا من الاجتماع المح nueve حيث يكون ناجت بعمل لكي يساوي الـ IF وصل الضوء لكي يوجد عدد أم لا ثم نقوم نقوم بعمل المخطط زمني وهذا كان لدي غياب القاروة يشبه qui يساوي الـ فإذا أجتب مها هذا يساوي الـ هنا كان جبهة نازلة أو لم يكن هذا هو جبهة نازلة. كيف عرفتها جبهة نازلة؟ حالة انتقالية من مستوى الأعلى و مستوى الأدنى. لحظة الانتقالية من مستوى الأعلى و مستوى الأدنى نسميها جبهة نازلة. و العدد يمشي بجبهة نازلة. هنا العدد ما يحسب؟ أحي يحسب واحد. إذا هنا وش نكتبوه العدد يعود. وهنا يجمع كمنا جدول تشغيل للتركيب الأول. بسيط جداً ما في حتى إشكالية. و في البكالوريا عادة ما يمدلكم غياب القارورة وحظر القارورة. ما يعطيكم شحالة ثالثة. و عادة ما يمدلكم شحالة العدد. هل هو في حالة العدد أم لا. هذا هو بنسبة جدول تشغيل. هيا جماعة رح نعطيكم أفكار أخرى ويريدة في البكالوريا. كما هذا المقحل T2 اللي هو مقحل أمبيان. قادر ما يعطي لك شمقحل أمبيان. ويعطي لك مقحل آخر اسمه مقحل دارلينطون. كيف تعرفوا مقحل دارلينطون تلقى في الكوليكتور تلقى خطين متوازين. وهذا جماعة ستدرسه في المستقبل إن شاء الله. و رح تلقوه مبدأ عمل تلقائه كما مقحل أمبيان. وشيء الحاجة مميزة فيه. معامل تضخيم تلقائه كبير بزر. تلقوا في البنية الداخلية كينة مقحلين. على هذه تلقوا معامل تضخيم بيطات تلقائه كبير بزر. مي مبدأ العمل تلقائه سيبقى كما مقحل هذا. إذا كنت أعطيك مقحل هذا دارلينطون. سيبقى نفس الجدول. ما سيتبدأ الأول. صحيح. ما أنت لا يخلعك هذا المقحل. ما أنت إذا قلقك أمسحه وأرسم مقحل أمبيان عادي. قادر يمد لك مقحل آخر. وهو مقحل موصفات كانال أن. وهذا المقحل الجماعة الثانية ستدرسه في المستقبل إن شاء الله. مهنة وش سيبدأ لك. هذه المقاومة وش سيقلبها لك على التوازي. سيقلبها على التوازي بهذا الشكل. لأنه من هذا المقحل الموصفات. ما يمشي بالتيارات. يمشي بالجهود. بس كؤلاء يحتوي على مقاومة أول ما لا نهاية. مقاومة الدخول التعو كبيرة بزهر. ما أنت يمشي بتوى التوازي. كما المقارنات والموذخيمات العملية. إذا جماعة في هذه الحالة. هنا ما يتبدأ الأول وثانية. حيبقى نفس الجدول. عند وجود الجهد هذا المقحل يكون مشبع. عند غياب الجهد هذا يكون مانع. بنفس الطريقة ما هو حييتبدأ الأول. وهذا المقحل يسمى مقحل موصفات. كان إحتمال وحدة أخرج معه. قادر هذا القلب إيرس يعطيك بنية داخلية تعب بهذا الشكل. كي مدلك البنية الداخلية بهذا الشكل. ما تقلق روحك موالو. إذا بما أنه أعطالك بوباتين ناند. كي مدلك بوبات ناند. ما عندها قلب هذا يسمى إيربار إسبار. إذا نعمل. عود أمسح هذه. أقلبها على شكل مستطيل. وكتب هنا يا أكتب كي. كي وشي قابلها. ما يقابلها الأسبار. وهنا ما سيكون إيربار. كي تعود بوبات ناند أجمعها. ركز مع الملح. كي دي ما يمشي معها أسبار. صحيح. كي عود بوبات نور. كي وشي ما يمشي معها يمشي معها الأير. الأير فوق. والأس التحت. من بعدها نشوفها في المثال. رقم ثلاث. ومن بعدها ندير كمل جدول بنفس الطريقة. إذا كما سمينا هذه إيربار أو أسبار. وخدم عادي. ما كان حتى مشكل. صحيح. أشخاص أذكية قادرين هذا الترقيب يتعاملوا معها بكل بساطة. كيف يقوم بعملها؟ هذا هو ما يسميه. سميه كي. وبما أنه كي. هنا وش نكتبه. نكتبه أسبار. وفي الأسفل نكتبه أيربار. وبعدها يقوم بعملها مباشرة. إذا كما في هذه الحالة جمعة. أيربار وشي يساوي في هذه الحالة؟ أيربار يساوي السفر. بسكو التيمس. بسكو التيار هذا التي يأتي مننا. ثم يقوم بعملها أيربار. لا يصل على تيار. فإن ايربار يساوي السفر. و الأسفل يساوي السفر. ما هي البوبة التي يجب أن نخرجها القيمة التاحة؟ البوبة هذه لا نقدر لأنها قيمة التاحة. هذه القيمة غير معلومة. لديه 100 البوبة ثانية لن نرىه لأنها قيمة التاحة. لأنها البوبة هذه الضرب. وكي يعد السفر للصفر أن يكون عنصر ماس. أي حاجة تضربها في السفر لا تساوي. تساوي السفر. ونفي اتحاد تسوي واحد معناتها البوبا اللي نقدر نعرف قيمتها هي اللي نبدأ بها الاولى إذا هذه الصفر السيفر في أي عدد مهما كانت قيمة هذه تاع الكي السابقة فاأي عدد وشي سوي السيفر نفي اتحاد واحد الواحد هذا اجمع وان يروح يطلع الفوق وبعدها واحد في الواحد هشي سوي واحد ونفي اتحاد صفر هنا خرجت المخرج كي يسوي السيفر كما راح موجود في التركيب ليراه عندي انا نتمنى لكم ان تخدموا بها الطريقة اخدموا بطريقة الأولى اللي اعطيتها لكم هنا يا جماعة وارحوا اخواج اخر ثاني قد رجمعي يجيكم اسئلة وشي يقول لكم ما موضيف الطابق الاول موضيف الطابق ثاني موضيف الطابق ثاني كما كم تلاحظوا هنا الطابق الاول بما انه يحتوي على ملتقة كهر وضوئي اذا طابق هذا وشي يسميه طابق كشف عن مرور القارورات اما الطابق الثاني بما انه في قلب ارس اه انجاز بوو بتناد هذا الطابق وشو وظيفته دارات زد الارتداد وشعرح تهاكن بالتفصيل من قبل والطابق الاخي كما كم تلاحظون اللي فيه العداد اذا نش تسميه طابق العدد جماعي كين واحد الملاحظات القلب هذا الدارات زد الارتداد اعتم سيد تقولوا دارات توليد اشهار 9 لا لا مش دار توليد اشهار 9 هذا الطابق موشي هو يتخلصنا من الارتدادات المتسب فيها ارتداد الملمس عند تنشيط الوشعة أو تخميل الوشعة إذن جماعة ما تغلطوش ما تسميهش دارة توليد إشارة الساعة إذن قلب إيرس كيعد مربوط مباشرة بالملمس وش وظيفته الدارة ضد الارتدان هذه بالنسبة لأسئلة اللي قادر جيكم يعطيكم هذا يسميه طابق الأول وهذا طابق الثاني وهذا طابق الثالث يقولكم وظيفة الطوابق كانت أسئلة أخرى جماعة قادرش يقولكم ما وظيفة العناصر الكهربائي قادر يقولكم ما وظيفة أير بي موظيفة مقامة أير موظيفة مقامة أير بي موظيفة مقاحة أم بي في هذه الحالة جماعة كيف هنجاوبوا في هذه الحالة جماعة كي يعطي لك أسئلة المقامة تحاول دماء نحيها وشوف شح يسرها مثلا كما نبدأ في المقامة أير بي سؤال أول ما وظيفة مقامة أير بي بقى نفهم وش ندير جماعة شوش حندير مسحتها كنا مسحها وش تولي يولي هذه الثنائية الضوئية مربوطة مباشرة بالمصدر الجهود خمسة فولت وثنائية الضوئية جماعة لازم تروح الوثائق صعنا قادر تمشي ب 2.8 فولت 3 فولت لو كان نرطه مباشرة بالمصدر الجهود وش حيصرها راح تتلب هذا الشكل وبهن نحميه أجماعة وش لازمنا لازم نضيف المقامة بهن نحده تيار بهن نحميه ثنائية الضوئية إذا ما وظيفة مقامة أير بي وظيفة تحديد التيار لحماية ثنائية الضوئية سي بي روح المقامة أير جماعة وش وظيفة هذه المقامة أير بنافهمها نحية شوفها أنا مسحتها إذا كيعد هذا المقاحة تيار واحد مشبع شوفه معي مليح جماعة تيار من يروح يروح من مصدر الجهود يروحها جيندي وش كم تلاحظوا هذه دارة القصر ومش دارة القصر دارة القصر كي طربط مصدر الجهود مباشرة في القروند في المأخذ الأرضي هنا دارة القصر وش يؤدي يؤدي الى ارتفاع رهيب في التيار وهنا تيار واحد ش حيصر له وهي يتلف با نحميه جماعة وش لازمنا إذا كما كما تلاحظوا هنا ونحن نضيف مقامة Aير اذا هذه المقامة معiniย شو وظيفة التحديد التيار لحماية مقحل T1. رحوا المقاومة RB جمعها. نمسحها. لقد خليها بهذا الشكل. احتمال ممكن مقحل يتلف. الاجابة الصحيحة الدقيقة هنا جمعها. واشو وظيفة هذه المقاومة? هذه المقاومة RB اللي عادة تلقاها موجودة. هذه المقاومة RB جمع. واشو وظيفتها? وظيفتها تحديد التيار تشبه. لانه المقحل هذة T2 اللي نخدمناه بها جماعة. لي يتحكى في الوشعة لازم يعمل في حالة التبديل. يكون مقحل مانع ولا مشبه. بها نحقق التشبه. لازم نحقق شرط واشي هو. لازم اي بي يكون اكبر او يساوي من اي بي ساتور. بها نحقق هذه القيمة لازم ننضيف هذه المقاومة RB. اذا هذه المقاومة RB جمعها. كنت تقول له حماية المقحل الان بيان. مقبولة الاجابة تعكم. خاصة كنتعود هذه المقامة مكانش. اذا مش وظيفتها RB. تحديد التيار لحماية المقحل الان بيان. اه اللي هو مقحل T2. وادق اجابة وشي هي تحديد التيار تشبه لجعل مقحل يعمل في حالة التبليل. هذه بالنسبة للمقاومة RB. رحوا لثنائية الديود العجلة الحرة. وش وظيفة العجلة الحرة. بنا نفهم الناحية اجمع. كل ناحية اجمع. واش عيصرها. ويطلف المقحل T2. وش سبب تلفتها بسبب تيارات تحريضية ناتجة عن تحريض ذاتي للوشعة. بنا نحلو المشكلة هذا وش لازمنا. اضافة ثنائية الديود. اذا دي هذي شو تسميها. هي عجلة ثنائية الديود العجلة حرة. وظيفة حماية T2. من تيارات تحريضية ناتجة عن تحريض ذاتي للوشعة. كناس الى اخر جماعة. ما وظيفت مقاومتين R&R. نحيهم. كن نحيهم اجمع. شوف معاهم له. هذا المصدر جهد VCC. باش ما رأي يولي مربوط. مربوط بالجيندي. وهذه دارة القصة. اذا مش عيصرها. احد تتلف الدارة. ويتلف القلة بالارس. اذا هذه المقاومة في وظيفتها. وظيفته تجنب دوائر القصة. في نفس الوقت وظيفتها حماية مداخل القلابة. راحوا لبعدها. قد يجيكم سؤال ما وظيفة المقحة T2. هذا المقحة T2 بما انه يتحكم في الوشعة. يتمغنطها يمتمغنطها. اذا المقحة T2 يعمل في حالة تبديل. وظيفة التحكم في تغذية الوشعة. راحوا لبعدها. هذا CP و T1 جماعة. CP اسمينا سمينا بعث للضوء. و T1 سمينا مقحة كهروضوئي مستقبل للضوء. CP مع T1 ما هي يعطوني? يعطوني ملتقة كهروضوئي. وش وظيفة ملتقة كهروضوئي? وظيفة التقاط العناصر. راحوا لي بعدها. هذه البوابة OR جمعوا وش وظيفتها? كما كما تلاحظوا المسح. هذه هي المسح. وبما انه عندي اكثر من طريقة المسح. كما هنا عندي راس ولا عن طريق تنشط مرحلة X10. عندي اكثر من طريقة. بها نحلو مشكلة وش لازمناها بوابة OR. اذا وش وظيفة بوابة OR هنا يا? وظيفتها سماح لنا بتحكم في المسح باكثر من طريقة. يابي طريقة تن يابي ثلاثة. لو كان يعطوني الثلاثة. نرسمو بوابة OR بثلاثة ما داخل. راس وش هو مسح العداد. و X10 هي مرحلة ابتدائية من اشغلة واحد. وش وظيفتها مسح العداد. بسكول R هي مسح العداد. هنا البوابة اللي هي بما انه عداد ترددو 12. هالي البوابة ش نسميها شرط نهاية العد. هي بوابة AND. وشرحناها بالتفصيل. وهنا يا جماعة كملنا مثال اول وروحوا المثال رقم اثنين. في مثال رقم اثنين طلب مننا اكمال جدول للتشغيل. كما كنتلاحظوا اذا جماعة تركيب وش فيه في ملتقة كهروضوئي. بما انه كان ملتقة كهروضوئي وش وظيفتها تركيب ووظيفته كشف. وبما انه كان عدد ويهي وظيفته العد. اذا كشف مع العد وش مده لي تركيب وش وظيفته ووظيفته كشف وعد البراميل. بنكملوا من مخطط التشغيل يا جماعة لازمنا نشرحوا هذا تركيب. اه بنسبة هذا التركيب وش وفرق بينه وبين تركيبتها مثال اول. في المثال اول مقحة الكهروضوئي يعطيتكم اسفل مقحة لتير ثنين. اما في هذا التركيب مقحة الكهروضوئي يعطيتكم فوق تكاملوا الجدول عن طريق بسار التيار. اعرفه قطيف تيارات كيفية تمشي. رحيك فكاء رحيثن بمشي تحفظ Uh PMP بعد نكمل الحفاة قبل أن نكمل جدول تشغيل ، يجب أن تدرسوا حالة القلب الرس و مقحل TR2 قلب الرس بما أنه أعطى خط دائرة يمشي بالمستوى الأدنى إذاً في المدخل تأكد سنكتب اس بار وبما أنه الرس يمشي بالمستوى الأدنى ، نكتب هنا رس بسبب القلب الرس و بالنسبة ل الرس بما أنه سهم خارج إذاً ما نكتبه؟ نكتب مقحل MPN إذا وصلت إلى القاعدة يعتبر قاطعة مغلقة مشبه يسمح بمغنط الوشعة و إذا ما وصلش تيار إيبي هنا يعتبر قاطعة مفتوحة و يقطع التغذية على الوشعة من بعدها جمعان كملوا جدول للتشغيل إذاً في حالة الأولى هي غياب البرمين جماعة لا تسرعوش أرطنسيو أرطنسيو قادة هنا يكتب لك حضور في الأسفل الغياب و أنت تعكس كل شيء دي ما أركز دي ما دير إيكس على غياب البرمين إذاً الأولى أعطاها لي غياب البرمين بسكو لها بلا وعي ممكن تخدم مرة مرتين ثلاثة أربعة أو خمس مرات بعدها تولي بلا وعي دي ما تعتبر سطر الأول غياب و سطر الثاني يحضر قادر يأكس لك أكز ملع نبدأ في سطر الأول هو غياب البرمين كما كم تلاحظوا ببرمين غائب إذا نظر الضوء السي بي هذا يتسلط على واش؟ يتسلط على المقحل إذا هذا مقحل وصل الضوء أو ما وصله؟ وبما أن نوصل الضوء وش يعتبر قاطعة مغلقة و إذا هذا وش يكون مشبه إذا عرفت تي اير واحد في حالة غياب مشبه بعدها وش نشوفه؟ هنعرفوا حالة تي اير اثنين لازم نتبعوا التيارات إذا هذا تي اير يأتي من الفي سي سي جمعه يبدأ بهذا الشكل يمشي يمشي له يوصل هذه النقطة لأنه مقحل مشبه بعدها تي اير كي يوصل نقطة هذه يجمعه وش يلقى ركزو معيم له يلقى طريقين طريق الأول فيه مقاومات وطريق الثاني فيه مقاومات إذا تي اير في هذه الحالة وش يدين هنا رايح يتفرق جزئ يروح يروح في مقاومة ashp%, والجزء الثاني يروح في المقاومة Pero إذا انه قلوا جزء يروح في مقاومة airp هنا تي اير ملايك ملايك ليسل قسم سهل كي سي societ Kl'm public bei لا يقال ليسلق سهل ويلقى طريقين فيه مقاومات وش يصير لهن رح يتفرع عكس التركيب الاول إذا وش نقوله هنا هنال apr1 مشبه بعدها تي يوصل نقطة هذا تفرع بما أنه التي يوصل على مقاومة airp يوصل مقحل الทي اير Frankfurt المقحة الاثنين اللي هو المقحة الكهربائية وصلت لتياك يوصلت لتياك وش يعتبر قاطعة مغلقة. اذا قاطعة مغلقة ما بين كوليكتور واميتور. اذا هلا المقحة سيكون مشبه. وشح هذه راح يخلق دارة الوشعة. اذا الوشعة سيمر جهة من في سي سي ويمر عبر الوشعة. اما بعدها عبر المقار بعدها يروح جنيان دي. اذا دارة مغلقة. وبالتالي وشح وش يصيرها جماعة راح تتمغنط. كيتمغنط الوشعة وش يصيرها. راح يصبح ملمس في حالة العمل. وحن على قصة الاتجاه. تحتاجها بسي لكي. في هذه الحالة نجمع فهذا مربوطة بالجين Laz The. اللي هون المصدر العلوي مصدر التوتر العلوي. والمصدر السفلي موج gåت مربوط بالجين Laz the. اذا در chopper ع plugin. ندهس اتجاه تيار في المصدرتين. المصدر الاول تياك يوصل النقطة هي الشي يعتبر مفرعين. الفرع الاول فيه ازمار والفرع الثاني فيه مسلك السهل ما كاش مقامة. مبدأ المقاطب الموجب و ا fourth and tier 7 أما أن نقوم س Gaming On braucht العروب بدأت في الظ Louis معها الس تفكير البداية س في الظسان س y Flight ё نقوم بـ Q They are They are They are المخرج يجعله في حالة تشغيل معناة وضع المخرج في واحد اذا كيوش يساوي يساوي واحد هاي اجمعه نكتبه هنا اذا نبدأ في حالة غياب البرمين الضوء يتسلط على المقحل تي ار واحد مدى مصلو الضوء رهو مشبه كيعد هذا المشبع التيار وصل نقطة هذه القازج مقاومة تيار رح يتفرع في هذه الحالة اذا تي ار ثنين وصلو تيار الكهرباء يمشي بالتيارات مع انت حال تيار ثنين مشبهش تجمعه في التركيب الاول ما كان شي مشوا مع بعض اما في التركيب الثاني المقحل الاول مشبع و المقحل الثاني مشبه بما انه مقحل الثاني مشبه قاطعة مغلقة يغلق دارة الواشعة الواشعة يوصلها التيار معاناتها مغذات بما انو واشعة مغذات حي تعكس حالة الملمس يصبح في حالة العمل بعد ما اوض لها في حالة العمل اذا 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 شكوللي ولا مربط بالجياندي المصدر العلوي معانتها التيار هنا تقصر معانتها E par para بما أن S بار يساوي نفسي أس وشي يساوي واحد إذن S يساوي واحد والمصدر الجهد السفلي تأتي يروح إلى AIR بار بس كما يكون مفتوحة بما أن AIR بار يساوي واحد S هي الناشطة يتحكى في المخرج معنى تشغيل ويوضع في الواحد هل العدد يعد أم لا ومشي يسمى المخطط الزمن إذن شكون يغذي العدد؟ يغذيه الكي وكي يساوي واحد إذا نسمو هنا كي اذا في حالة غياب البرميل كي وشي يساوي يساوي واحد ما عندها مستوى الاعلى هنا ما كاش جبهة نازلة العدد لا يعود اذا هنا نكتبو لا يعود الاحتمال الثاني وشي هو جماعة اللي هو عندها حضور برميل اذا برميل وشتير في هذه الحالة جماعة حجب الضوء على مقحة الكهروضائي اذا هذا المقحة الكهروضائي موصل لش الضوء وشي يعتبر يعتبر قاطعة مفتوحة قاطعة مفتوحة وشمع انت قاطعة مفتوح مبيكولكتور ايميتور هذا التيار جماعة ليجي منها ميقدش يوصل نقطة هذي اذا في هذه الحالة وش نقوله مستحيل انه يوصل تيار المقحة لتيار اثنين اذا تيار اثنين كذلك مانع بسكوا عليا جماعة هذا التيار يجي مننا وشي يلقى دارها مفتوحة مستحيل تيار هذا يوصل قاعدة اذا تيار واحد مزدود وتيار اثنين مزدود وبما انه تيار اثنين مزدود اجماعة دار هذه مفتوحة وشي يقطع تيار الوشعة الوشعة وشي يصالها زوال مغنطة وبما انه زال في المغنطة الوشعة الملمس يرجع الى حال التراحة بسكوها فيه نابض الارجع اذا هنا الملمس عكس الاتجاه اذا كونها مربوطة بالجياندي المصدر السفلي والمصدر العلوي دارة مفتوحة اذا هذا التي يأتي من المصدر السفلي يوصل النقطة هذه يلقى هنا مدخل قلب اير وهنا يتجاه مسلك السهل اذا تيار يتبع مسلك السهل وبالتالي مستحيل تيار يروح الاربار اذا ايربار يساوي السفر 以thy اراب طريقة ايها غير ا valeur مثلت الوقت يجد حيات الشهير دارة مفتوحة من المصدر quello الاخير ثانية الفرع الثاني السبر ايضا اذا فعندما نكتبكですね السبار ضريقة صوت 1 منطقي س우� طريقة przygot جهد بما انس بعد الاخير قلب ايربار يساوي السفر بما انه منطقه س رضي 1 ايضا ت specification ايربار ها س يساوي السفر هنا سيكون هنا فى السات حين نشاط الثديق نافذ المنطقي رسا تلي يتحكم في المخرج كي. اذا كي يساوي صفة. هيا نكمل الجدول تشغيلها جمعا. في حالة حضور برمية. اذا برميل حجز الضوء على تي ار واحد. اذا تي ار واحد مزدود ولا غير ممر ولا نقولوا عليه مانه. وبما انه هذا المقحة تي ار واحد وله يتحكم في تيار قاعدة تعال مقحل تيار ثنين. وبما انه مزدود مستحيل يوصل تيار مقحل تيار ثنين. اذا شو نقوله غير ممر ولا مانه. الوشعة بما انه هذا قاطع مفتاح ووشعة الحالة راحة ووش لقناه. لقناه اس يساوي الصفر. ولقناه الر يساوي واحد. الر هي ناشطة مع انها وضع المخرج في الصفر. العدد يعد ام لا. ووش نكملوه 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 مخطط زماني. اذا موش نقوله في حالة حضور برميل الكي ووش لقناه يساوي الصفر. اذا كي تهبط للزير. وهذه جبهة ووش هي جبهة صاعدة ولا جبهة نازلة كما كنت لاحظوا جبهة نازلة بس كحالة انتقالة من المستوى الاعلى المستوى الادنى. اذا موش نقوله العدد يعد بس كواصلاته جبهة نازلة. وهنا يكبو العدد يعود. وهنا كملنا جدولة تشغيل لهذا التركيب. هايش معا؟ بلس الطريقة قادة جيكم اسئلة موظيف الطابق الاول طابق ثاني طابق. اذا طابق الاول بما انه يحتوي على ملتقة كهوضوئي. وش وظيفة طابق? كشف عن مرور البراميل. اما الطابق الثاني بما انه قلب ار اس والار والاس مربوطة مباشرة بالمسل الذي يرتد. اذا وش يسميه هذا؟ سميه دارة ضد الارتي لات باستخدام قلب ار اس انجاز بوابة ناند. اينما الاس والار ينشطب المستوى الادنى. اس بار والار بار. والطابق الاخر بما انه فيه عدد. اذا وش يسميه طابق العد. بالنسبة للطريقة قادة جيك اسئلة موظيفة العناصر الكهربائية. كما هنا ار بي اجمعه وش وظيفة نتاعه. بهذا الشكل. نمكن نمسحه وش يصرا يتلف سي بي. اذا هذه المقاومة ار بي شو وظيفته. وظيفته تحديد تيار لحماية سي بي. جمع هذه ار بي مش شرط. مش شرط جي قبل سي بي ولا بعدها عادي. قادة ترسم هنا صحيحة ولا قبلها صحيحة. اذا وش وظيفتها تحديد تيار لحماية ثنائية ضوئية السي بي. رحوا المقاومة ار هذه المقاومة ار نحيه نشوفه. لكن نحي المقاومة ار جمعه شوفه كيعد مقحلة ار واحد في حالة تشبه. تيار من في سي سي ون يروح يروح جيان دي وهذه تولي دارة القصة. دارة القصة يؤدي الى ارتفاع التيار اي سي وبالتالي يتلف تيار واحد. بها نجنب الى اتلاف شو لازم نزيد المقاومة ار. اذا المقاومة ار هذه شو وظيفتها. تحديد التيار لحماية اه لحماية مقحة الكهر وضوء اي تيار واحد. رحل المقاومة ار بي. بنا فهم هو نحيها. كن نحيها جمعه شو لتيار. هذا تيار من في سي سي يروح مباشرة يروح تيار اثنين. وبالتالي شحيح يصرا يتلف المقحة تيار اثنين. اذا ما وظفت هذا المقحة. ما وظفت هذه المقاومة ووظيفتها تحديد التيار لحماية المقحة تيار اثنين. ووظيفتها كذلك تحديد التيار لتحقق تشبه. اينما يصبح المقحة تيار اثنين يعمل في حالته التشبه. رحل ثنائية الديود هذه العجلة الوشعة doesn't know what's available. يتلف المقحة تيار اثنين. اذا هذه ثنائية الديود تسمى عجلة او حرا. وظيفة حماية المقحة من تيارات التحريديات الناتجة عن تحريض ذات الوشعة. اينما والنجماعة تلقى وشعة ومعها مقحة ديمة لازم هذا الديود للعجر الحرار لازم يكون موجود بها يحميلي تيار اثنين. رحوا للمقاومتين الار والار. لكل ناحيهم كما هنا وشاهدت صار لدارة القصر وبالتالي تتلف الدارة وتتلف مداقل تقلب الارس. اذا هذه المقاومتين شو وظيفتهم? وظيفتهم تجنب دوائر القصر وحماية مداخل القلبة ارس. رحوا لي بعدها سي بي مع المقحة الكهروضائي هو ملتقطة كهروضائي. وش وظيفته? وظيفة التقاط البرامين. رحوا لي بعدها. البوابة ار هنا يجمع عندي مدخل مسح واحد. اذا هذه البوابة تسمح لنا بمسح باكثر من طريقة. اما عن طريق راس او عن طريق ايكسة ثلاثين. بسكوا عندي مدخل مسح واحد. والبوابة هذه اللي هي بوابة شرق نهايته. العدد اللي حتكون بوابة انت بسكوا العدد باستخدام 74 الاسة تسعين. وهنا يجمع زينة كمنا مثل الاثنين. وروحوا المثال الاخير اللي هو مثال رقم ثلاثة. هيا روحوا في المثال رقم ثلاثة. وش هي الحاجة جديدة في المثال الرقم ثلاثة? اه وش عطانا لها قلب ارس? عطانا قلب ارس انجز بوبوبات نور. اينما الار والاس باش يمشيوا ويمشيوا بالمستوى الاعلى. هذي الحاجة جديدة له. هذا المقحة اللي هو مقحة دارلنطون يقول كنت تتلفيكم فيه. اعصر مقحة الانبيا نفس المبدأ العمل. وش هي حاجة مميزة فيه. معامل تضخيم تاعه كبير بززاف. هذا ما كان. هيا جمع ابا هنشرح هذا التركيب. اذا بما انه هذا التركيب يحتوي على ملتقط كهروضائي. شو وظيفته وظيفته كشفة عن مرور مكعبات ارابيك. وبما انه هذا التركيب يحتوي على العداد مع انت وظيفته العد. اذا كنا جمعه مع بعض. شو وظيفته هذا التركيب. وظيفته كشفة وعدة مكعبات ارابيك. اجماع ابا هنكملوا هذا الجدول التشغيل. واش لازمنا نخدمه بنفس الطريقة الاولى. هاي نبدأ واجمعه. الاولى ركزوا معي مليح. هنوش عطانا غياب المكعب. ركزوا مع مليح قادة هنا يعطيكم حضور. اعتنسي وديما نحذركم فيه. اذا بما انه هنا غياب المكعب دير عليها اي كسبها ما تغلطش. اذا بما انه هنا المكعب غايب. اذا هذا الضوء يتسلط على مقحة واحد اللي هو مقحة كهرور ضوئي. وبالتالي يصبح مشبه. واش معنى مشبه? قاطعها مغلقة ما بين كوليكتور ايميتور. بناعرف حالة تي اثنين اجماعة ما تحفظوش. نتبعو المسار التيار من مصدر الجهد. اذا هذا التيار اللي يجي منا. كيوصل نقطة هذي شيقة. طرق الاول فيه مقامات تي اثنين. وطرق الثاني ما كان حتى مقامة جمعة. شوف معي كيش ما كان مقامة هنا. ما كانش. اذا تيار وش يدير في هذه الحالة? يتبع المسلك السهل اللي ما فيش مقامة. اذا تيار كامل واني يروح يروح المسلك السهل. وهنا المستحيل تيار يوصل الى قاعدة مقحة تي اثنين. اذا شو نقوله في هذه الحالة بما انه موصلش تيار كهربائي تي اثنين. اذا تي اثنين شو يعتبر مقحة مانع. واش معنى توقع المقحة المانع. قاطعة مبتوحة 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 مبتوحة. وهذا المقحة يفتح دارة الوشيعة. اذا الوشيعة شو نقوله عليها? وشيعة غير مغذات. ما يعطيها المغناطش. والملمس هذا يبقى في حالة راح. اذا هنا اعرفوا حالة الاس والار اجمعاتهم ستكتبوا لي اير بار واس بار هنا. اهنا مكاش بسكو هذا القلب اير اس انجز بوابات نار. مكاش موش مختم بوابات نارد ولا ما يعطيكش خط دائرة ولا ما يعطيكش اير بار واس بار. صحيح معنى هنا ما ازيد حتى حاجة. اذا في هذه الحالة هنا المصدر كما كنت تلاحظوا هنا عندي مصدر جهد واحد. اعطون سجمع تقولي هذا مصدر علوي وهذا مصدر صفلي. هذا مجرد كتلة وهذا كتلة. هذا وشي هو مأخذ ارضي وهذا مأخذ ارضي. هوا لمدة التيار ليوا مصدر اذا هاته quien يرح يوصل نقطة هذه وشي يلقى طريقي. طريق الأول فيه الاس وطريق الثاني في المقاومات. اذا في هذه حالة حيسب سيتجزئ. الجزء يروح الاس والجزء يروح الار. صحيح سهلة بسيطة جدا. اذا هنا وهو ماذا نقولون هنا الاس وصل تيار او لا نوصل اذا اذا الاس وصل تيار اذا الاس وشي سيوي واحد منطقة اي باوتكو وصل تيار. ار جمع الار جمع من جهر التيار. هذا هو جمع هذا مصدر جعله هنا مستحيل يوصل للطيار. لكن لا. مصدر جدارة مفتوحة. إذن R يساوي 0. إذن نكتب S يساوي 0. لكن لا يوصل لها الطيار. و S يساوي 1. ماذا كل ناشط S أو R؟ S هو ناشط التشغيل. يساوي 1. نكتب هنا عند غياب المكعب. إذن T1 يوصل الضوء مشبع. T2 لا يوصل الضوء. لكن لا. T1 قصر. قصر RB والمقحة T2. ماذا نكتب هنا؟ غير ممور مانع. الوشعة بما أن هذا دارة مفتوحة. إذن وشعة غير مغذات. التماس في حالة راحة. S يساوي 0. و S يساوي 1. S هي الناشطة. معناتها الكي في حالة التشغيل. معناتها يساوي 1. العدد يحسب الله لا يحسب. نخدم المخطط زماني. إذن كيوش يساوي واحد. وهذا المستوى العالي. العدد باش يمشي يا جماعة. يمشي بالجبهة النازل. لحظة الانتقالية من واحد للصف. إذن العدد لا يعد. رحوا في حالة حضور مكعب روبيك. جماعة عندها حضور مكعب روبيك. كيوش دير حجز الضوء على مقحل كهروضوئي. إذا المقحل كهروضوئي ما وصلوش الضوء. وشي يعتبر قاطعة مفتوحة. بما أنه قاطعة مفتوحة. نشوفو التيار. تيار هذا نجمع كيوصل النقطة هذي. وشي يلقى الطريق الأول فيه الاربي والمقحل. تيار 2. وطريق الثاني دارة مفتوحة. إذن تيار بالصف على وين يروح. يروح المقحل تيار 2. وبما أنه مقحل دارلينطون هذا وصله. وشي يعتبر قاطعة مغلق. إذن يعتبر مشبه. وبما أنه مشبه اغلق دارة الوشعة. الوشعة وشع صراحة. مغناط. مغناط الوشعة يتمدلي حق المغناطيسية. حق المغناطيسية. حيث يعكس حالة الملمس. هذا الملمس ولي في حالة العمل. إذا كونه مربوط بمصدر الجهد. اللي هو الار. إذا تيار هذا اللي يجي منه. يمشي بهذا الشكل. بعد ما يذهب؟ يذهب هنا. يصل إلى النقطة هذه. يوجد طريقين. طريق الأول في مقاومات. وطريق الثاني في الار. الجزء يذهب إلى المقاومات. ولكن هنا تيار سيتفرع. وقتها يقصر تيار. إذا هنا الار وصلها تيار. إذا الار يسوي واحد. ورحوا الاس أجمع. مربوطة بالمقاومة الار. والجيندي مستحيل يوصل تيار. إذا الاس يسوي سفر. والار يسوي واحد. هنالك ناشط الاس ولا الار. الار هو الناشط. الار هو اللي يتحكم في المخرج. ووضع المخرج في حالة الجزء. يعني في حالة الإيقاف. ما عندما يسوي السفر. إذا هيا نبدأ ونملأ الجدول. في حالة حضر مكعب بروبيك. إذا مقحل الأول مانع. مقحل الثاني تيار اثنين. ممرر مشبع. الوشعة مغذات. الملمسيعة كس الحالة تعوي. يصبح في حالة العمل. الار وش ولا واحد. والاس يساوي السفر. والكيوش يساوي جماعة. يساوي وضع في السفر. هل العدد يعود؟ ونكمله مخطط زمن. حضر المكعب بروبيك يجعل كيوش يساوي السفر. وهذه الحالة هي حالة انتقالية. على انتقال من واحد السفر مع تجبهة نازلة. والعدد يحسب جبهة نازلة. إذا عدد يعود. وهنا يكملنا جدوى التشغيل لمثال رقمة ثلاثة. بنفس الطريقة جماعة. قادت تأتيكم أسئلة موظف التركيب الأول. بما انه يحتوي على ملتقط كهاروضائي. ووظيفته كشف عن مرور مكعبة تروبيك. طابق الثاني. بما انه في قلب ايراس ومدخل الاس مربوطين بالملمس. إذا ليس وظيفته دارة ضد الارتداد. باستخدام قلب ايراس إنجاز بوابات نار. بس كل الاس يمشوب بالمستوى الأعلى. والتركيب الأخير بما انه فيها عدد وشوى طابقة العد. كان ملاحظة أخرى جمعه. قادف هذا قلب ايراس يعطيك بنية داخلية تاو. يمدهلك بهذا الشكل. فهذه الحالة يفاتح المشكلة بطريقة بسيطة جدا بلا فلسفة. امسح هذا وارسمه على شكل مستاطين. المخرج هذا ما يسميه الكيب. في القلب ايراس إنجاز بوابات نار. الكيب ما يرافقه؟ ما يكون معه على التسلسل؟ ما يكون معه؟ ما يكون معه الار. صحيح. والأسفل ما يكون الاس. بس يكون لها قلب ايراس أولوية المسح. معنات الكيب ما يرافقه الار. في القلب ايراس إنجاز بوابات نار. الكيب ما يرافقه؟ يرافقه الاس باع رجمع. ركزهم عامله. من بعدها تكمل خدمة تاعك عادي. كيمدلك البوابات. والله الشخص اللي حبيت فلسفة. طريقة بسيطة جدا. خليها كما رحي. كيفية تقوم بسيطة جدا. 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 نحسب البوبات هذه نقدر ان نعرفها البوبا العلوية ما ن peux نourageawn هذا الصيفر كان الحالihn な alien و اذا كانت حالات السابقة , لا انتهى . لم نقضر حان نتها قيمة تعودها ان شيء ايضا eager مع انية الولي ستكون واحد انا هذه السفرة لان هذا يطلعOnけるN عن طريق حلقة الارتداء طلع هنا يا صفر أو صفر شي ساوي صفر هنا في انتا واحد قدرت تخرج المخرج عادي مينة ننصحكم تخدموا بطريقة اللي اعطيتها لكم بلا فلسفة وهنا جمعا زينا وصلنا لنهاية الحصة ومبقى علي نقول لكم غير سلام